اشتركوا في القناة طلاب المدارس وهذا شيء كتير منيح وخاصة طلاب مدرسة الشانفيل أهلا وسهلا فيكم معنا بستوديو غايل تنوس وباتريك حرب أكيد من صف الترمينال في الشانفيل جايين عن البقية تحية لألونيا اللي كل أكيد عم يشتغلوا لها اليفنت بيستعوا عشرين شهر اليفنت باتريك عاملين ايفنت مثل ما كل سنة الترمينال بيعملوا كذا ايفنت من شان يطلعوا مصاري كما يدروا يمولوا لحفلة تخرج تبعهم وأكيد في شقفة كبيرة بتروح لجمعية خيرية معينة البروم كلها سواء تتفق عليهم يعني أكيد جميعين تكون بحاجة فهيدا تصبط ستة عشرين شهر عمليين سهر بسمينا اريفتيوان بالكلوب ماريس تشانفيل بوائب يفتحها الساعة سبعة ونص رح تكون صارة كتير حلوة تيكت حققوا تينيفات بانت سنك ميل بشعال بيب و ترنت ميل عال بيب 25 ألف إذا قبل أخذينه يعني و 30 ألف إذا على البيت و جايبين دي جيز همي جايبين جي بأس نورمز أنتن وعنا كمان هذه جوزيف جي أنجي فهد وسامر نجام فرح تكون صارة كتير حلوية والعنب الحماس فيها كتير سوربريزات وعملين بالصهرة كمان أشياء جديدة مثل صحب على جواز قيم مثل صفرة وكتير أشياء غير جايبين أكيد الحفلة كتير مهمة وأنها تكون ناشة ما عم يقول باتريك كتير مهمة أنه دايما يكون فيه أشياء جديدة لجذب الناس ولا يكونوا مبسوطين بهالحفلة كتير مهمة بس تحضير لهالإفنت كمان بياخد منكم السنة كلها بحس يعني باشوا من أول السنة إذا مش من سنة قبلة تفكروا هالحفلة كيف لازم تكون غير حفلة التخرج كمان يعني يمكن بسنة الترمينال تتعلم وتعملوا إيفنت مثل ما بتتعلموا أي شيء تاني هيك معك حق يعني نحن بالنسبة لهذا الإيفنت بالذات من أول السنة عم نحضر له من أول السنة تقصمنا كوميتايات كل كوميتاي مسؤولة عن شيء مثلا فيه كوميتاي ديكار كوميتاي السيكيريتي فيه كوميتاي السبونسور وهيك هلأ كمان مثل بكل شيء شغل بكل كوميتاي أكيد رح يصير فيه مشاكل بس الحمد لله كلنا عم نقدر نتخطيه هون وكل شيء كل شيء شغل يعني هيدا عم بعلمنا هالشتغل وهالجروبات عم بعلمونا كيف نشتغل نكون سواء كلنا سواء أكيد بتبلشوا بكير تحضروا الإيفنت بدوا أكتر من أكتر من مرحلة وأكتر من اختصاص أوقات وتبلشوا تشغلوا علاقاتكم العامة هون ويمكن أهلكم بيشتغلوا أقتكم كمان أوقات كيف بتحضروا لهال إيفنت وفي حدا بيدلكم نحن صارنا تقريبا شهر عم نتفعل إيفنت لأنه هي أصلا بدأ كتير شغل بكفل اسم أخذ معنا كتير وقت لأكتشفنا أنه فينا نحط اسم كتير سبيسيال أريا في تيوان مثل وكلنا منعرف في مثل منطقة بأمريكا ممنوع حد يفوت عليها فيها مختبرات وهالخبار فنحن رح يكون فيها شيء مننا بهالسحرة رح تكون صارة كتير سبيسيال وقصمنا الأدوار على كذا جروب كل جروب استلم شيء معين مثلا أنا استلمت مع رفقاتي ودليجيات استلمت تنظيم السهرة من ناحية سيكوريتي لدخول الخروج كيف بده يصير التنظيم فيها وأكيد اكتشفنا وجهنا كتير مشاكل حلو تفكروا بالتنظيم يعني عادة من الأخر شغل من تفكر فيها حلو تكون عم تفكروا بالتنظيم لحتى للناس ما يكون عندهم إكسفريانس مش حلوة بهالسحرة حتى لو كنت السهرة ناشحة وإذا فاتوا الناس يعني دجا عملوا سترس قبل ما يفوتوا مش رح يكون عم بسطين بالسهرة غايل أنت بشو هتميت أنا احتميت بالكوميتة ديكار وبالكوميتة لسبونسيس أكتر شيء هلأ بهول دي كوميتة يعني عن جد منشيل شغل كتير خصوصي لديكار أنا بديك تفكر بديكار بره وديكار جوه والإمبراشنسي اللي بدون يخدوه عن كل شيء طيب هوني سبونسورز شغلة يعني وكمان فيها كتير شغل غير ديكار بشتغلي بعد أوقات يمكن عندي كونترول اللي بعد أكتر بتشتغلي أوقات أشياء بإيديك أكيد أنتو كتار وكل كون هتكونوا عم تشتغلوا السبونسورز بتجاوبوا معكم؟ هلأ في بدنا نجيب سبونسورز للسهرة بدنا نكون شيء كتير قوي فصرنا نبروم نحنا كل واحد مع معرفه يروح يحكي مع المعارف تابعه تنجرب أن يتجاوبوا معنا السبونسورز ولهلأ يعني ماشا الحال كله تجاوب حالو بطريك خبرني لكينا الدعوة رح تكون للجميع دعوة هي دعوة عامة أي شخص بدر يفوت على هذا الهند؟ مئة بالمئة هو أصلا محل بيستاوب كتير ونحنا السهرة الضاجة مثل ما بيقولوا ومما كان في فوت دعوة عامة في عمار تستقبلوها عمار لا؟ لا ولا كلنا تستقبلونا في من كل عمار نحن شعبير ما مفري بس أفضل يكون واحد تقريبا من الكاتريا مطالع حتى أكتر بعد هذا بالنسبة للعمر الصغير بس من لها الكبار؟ الكبار معنا عمار العين لأنه سهرة يعني دي جايزي اللي يجايبينهم بيروا محلات فخمة كتير يعني يعني الكبار يحبون أكتر مننا بعد طيب عادة أنتوا كنتوا بتحضروا حفلات الترمينال أكيد بتشجعوا بعضكم أكيد يعني بالأول رح يكون المدرسة عم تشجعكم كل التلميذ عم بيشجعوكم بتسوى بيكون ناطرين شو رح تعملوا السنة ودايما بتكونوا عم تحضروا وتشوفوا كيف تكون تحسنوا كيف بيصير الشغل كنت عم بسأل قبل شواء إذا في حدا بيدلكم على الأشياء يعني اللي حتى اللي تشوفوا خبرة التلميذ السابقين يلي ممكن تبنوا عليها هلأ نحن مثل ما أراد يذكرنا أنه كل كوميتي في عليها مسؤول أم مسؤولين وهولي المسؤولين بيجعوا بيتفقوا وبيعملوا رينيونات مع البريفي تبعنا أستاذ مارون فرخ ونوجه له تحية هلأ هلأ هو مسؤول مارون أصلا يعني في عنده خبرة البروموسيونات يلي قبلنا وبيعرف تقريبا كل شي عم بيصير وكيف أحسن ينعملوا هيك فهو يلي بيكون عم بيديرنا عم بيهولوا لإخبار حالو كتير باتريك حارب غيالة النص أهلا وسهلا فيكم من مدرسة الشانفيل صف الترمينال فإذا الموعد هو بي 26 شهر تيكت سوين فينا ناخدهم إذا قبل إذا مش على البيع في عنا حيالة الميز بالترمينال أو حيالة بي آر بارة المدرسة عم بيبيع وفي عنا على البواب كمان تيكت وأهلا وسهلا لا حفلة 26 شهر اللي أكيد بيمولوا فيها تلميز شانفيل بالترمينال حفلة تخرجهم بس الأهم أنه بيكونوا عم بيساعدوا جمعية من اختيارهم شكرا لكم أهلا وسهلا وفي هلأ ونرجع من تابعه على إليف خليكم معنا اشتركوا في القناة